تحية لكل القراء والمتتبعين للجريدة الإلكترونية وهي إسبرس الجريدة التي نحترمها بزاف من خلال تتبع لجمع الأحداث وجمع الأخبار وكانت تكون منبب جميع الأشياء التي نكون نحن أصباقين لكي نعرف الخبر والخبر في الوقت فمن خلال هذه الجريدة كان نحيي الجمهور المغربي وكانت منها لرمضان كريم وكل سنة وهو بألف خير نتمنى لهم فتشهر هذا شهر الغفران مغفر الكون الدنوبة إن شاء الله ومن خلاله كانت وصلهم على الجمهور المغربي عبر الأعمال الرمضانية إن شاء الله اللي غد يشاهد قريبا اللي كانت ذكر هو أول بداية ديالي وأول نهار غد ينصوم شهر رمضان يعني في السبعينة حاولت نصوم نهار ولكن الغريفة شيء وأنه حتبقى تقريبا شربوا ساعة ونفطرها ما قدرتش نكمل لأنه كان صهد بزاف لدينا على السبعينات كان رمضان كي يجي في شهر تمانية كان نضن وكنت مازال صغير يعني الطاقة ديالي ما كانش كتسعب أنني نكمل لجوغني ولكن قيت كنحاول شوية بشوية كيف ما كيحاولوا قال وليدات الصغيرة أنه يكملوا نهار ويصوموا هذا النهار بشي تعودوا يصوموا رمضان في البداية مش بسهل ولكن مع التعود ومع التجربة ومع الممارسة الشاك جوغ كتتعودوا كله عندك رمضان عادي كأبقاء الأيام فالتغيير وتغيير ممكن نقول تروا صوت صوت دقري كيف نحن كنا نعيشوا الأيام دي الرمضان كنا كان دي كلمة العائلية أولا وكتشوف العائلة كلها مجتمع على طبلة وحدة والنهار كتدوز معهم في نفس الحالة اللي هم عايشين هنية وخنة مازال صغير تعلمنا منه أشياء من خلال الوليديين واسميتوا أنه يخليه أنك تتعود أنك تصوم رمضان ولمة العائلية ربما دي الزمان ماشي هي دي الدبا دبا ربما للمة العائلية دي الزمان ما كانوش بالزاب دي الأشياء اللي كتخليك أنك تنجاد بليها وكتنشي معها مثلا دبا كتلقى في العائلة حتى لما العائلية بيدور رمضان الآن في المغرب ما كتلقاش ديك اللمة اللي كانت كأيام زمان دبا كل واحد شاد بيسي فيدو شاد بورطاب الفيدو ما بقاتش للكومونيكاسيون أو تخليمو بغدولة فامية وهذا ره مشكل كبير مشكل كبير لكتعيشوا عدة عائلات ماشي غير في المغرب ولكين في العالم يعني مبقاش تواصل بين أب والدو والولد والأب والأم إلى غير دي يعني اللي موم بغدولة فامية كين فرق كين فرق كتير إذا سولتني على رمضان مثلا أول سؤال بمطر عليا كيف كتدوز رمضان في المهجر اللي هو مختلف كتير على أنك تدوزوهنا في بلد الصومعات والمآدين تما كين جو آخر كتلقى الناس كلها كتاكل كتشرب معداش مشكل مشي بحال مني كتعيشوه في المغرب كين ديك التقوص الرمضانية ديك التقوص الدينية ديك التقوص دي الخشوعي لغير ذلك كتعيش هنا في البلد أما في المهجر يختلف كثيرا عن المغرب يريد تكون هاد الزخم دي الإنتاج اللي كيكون في رمضان يكون مثلا طيلة السنة والمتعوذ الجمهور المغربي بالإنتاجات الجديدة فكل شي كيتراكم في رمضان وهاتش بطبيعة الحال مسألة طبيعية بحكم علاقة التلفازة بالمستشهير لأن المستشهير كيقلب تواع الربح دياله المادي إذن كيخصو يدوز الوصلات الإشهرية دياله وداخل أعمال الإنتاجية الدرامية أو الكوميديا إلى غير ذلك باش كيتواصلته هو مع اللي كليون دياله قد نسميهم اللي كليون دياله فبالنسبة لي أنا ربما لو لا الإشهار منظن شوش نهد المشاهد المغربي كان غير يتمتعب هاد الإنتاجات الرمضانية نتمنى التعاد دراسة الأشياء من جديد ونمتعه هاد الجمهور المغربي طيلة السنة ما نخلوش يتسنى حتى الشهر الرمضان حتى أولى الجاميع دبا في الزنقاء واسميته وأشهر الرمضان ستبان لنا ولا ما ستبانش أنا نتمنى هاد السؤال يطرع لي في الزنقاء من هاد الجمهور ديالنا طيلة السنة أشنو عندكم وات الشهر أشنو كيند الأسبوع وش كينشي إنتاج جديد ولمكينش كل شي كينتظر رمضان عدنا جوش قانوات كينش دوستربيس على حتى كيوصر رمضان حتى الإنتاجات الرمضانية ما كنعتقش على أن جميع المشاهدين كيشاهدوها بكلها كل واحد حسب المويود يالو وحسب المستوى ديال المنتوج الفني هناك أضواق يعني ممكنش ترغم على المتفرج المغربي أنه يشاهد واحد العمل اللي انتعملتي فيه ربما وكي يتبع العمل اللي يبغى هو إذن الأعمال كتشاف ما بعد رمضان هذا كتشاف الأعمال ما في رمضان خصوصا في وقت الدروة اللي كان يسميه وقت الدروة يعني في وقت الفتور ما كنعتقدش أن الناس كتكون مركزة كتير على مشاهدة الأعمال الفنية جيب المعلقاء جيب المغرفة جيب الجبانية أرى القهوة أرى هذه يعني الناس تتكلم ما كانت قاش مركزة معاك في العمل اللي كتقدم إذن ربما أنا كنظن بأن الأعمال رمضانية كتشاف من بعد رمضان كما عودت الجمهور ديالي أنا اللي كنطلع عليه من خلال الانتاجات الرمضانية خصوصا السيد كوم المغربي هذا العام إن شاء الله قد نطلع عليه من خلال الانتاجين إنتاج الأول هو كضيف حلقات مع المخرج هشام العسري وهو سيد كوم كنزة في الدوار والإنتاج الثاني مع المخرج هشام الجباري من خلال سيد كوم بنت الناس بنت الناس عمل اجتماعي لكي جمع وجوه كوميديا لكي حبال جمهور كمال كاديمي حديد دان وعبد صمد مفتاح الخير والفنانة المقتدرة فضيلة بالموسى وآخرون عمل إن شاء الله ربما كنتمنى أنه وينال الإعجاب ديال الجمهور المغربي كيف معودنا يسمحوا لي ناق أوني بريسي في الخدمة ديالنا ليأخذينا العمل تالأخر لحظة يقبلوا على موجد احنا كنحاولو كنديرو آن قوني فوق باش نقدبولي واحد الوجبة في النية تكون في المتناول ويحاولي يهضمها بسرعة ما تكونش تقيلة على المعدة نتابعوا الأخبار ديالنا من خلال الجريدة الإلكترونية ديالنا هيس بريس واشوفونا لا تفلتونا